اشتركوا في القناة سمع جبير بن مطعم ابن عدي وكان وقتها كافرا سمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها في سورة الطور من آيات سورة الطور في صلاة المغرب يقول جبير بن مطعم فكاد قلبي أن يطير فكاد قلبي أن يطير وفي رواية كاد قلبي أن يتصدع من سماعه هذه الآية يقول ابن كثير في تفسيره ولعل هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون من جملة الآيات التي حملت جبير بن مطعم على الإسلام ماذا في هذه الآية هذه الآية من أعظم الآيات العقلية التي تدل على الربوبية والألوهية كيف ذلك اجتملت هذه الآية على قضية عقلية لا يستطيع الكفار ولا المشركون معها أن يصلوا إلى بغيتهم في إثبات أحقيتهم في شركهم فالله عز وجل يقول إنها أحد ثلاثة أمور إما أنكم خلقتم من غير شيء أو أنكم خلقتم أنفسكم أو أن خالقا خلقكم إما أنكم خلقتم من غير شيء وهذا لا يقوله عاقي لأن وجود المخلوق دليل على وجود الخالق والمصنوع على وجود الصانع والحدث على وجود المحدث إذن الفرضية الأولى ملغية الفرضية الثانية أننا خلقنا أنفسنا ومن يقول ذلك مكانه المصحات ومستشفى المجانين لأنه لا يقول عاقل إني خلقت نفسي إذن لم تبق إلا الفرضية الثالثة أن خالقا ما خلقنا فمن هو هذا الخالق قال الله عن نفسه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال هل من خالق غير الله وقال عز وجل والله خلقكم وما تعملون فرعون إذن لم يتجر أحد أن يقول أنا الخالق إلا الله ومن تجرأ على شيء من ذلك أهلكه الله فرعون قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى أهلكه الله إذن هذه الآية احفظوها من أهم الآيات في الرد على الملاحدة وعلى المشركين وعلى الكفار أجمعين أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموقنين به ومن الموحدين له سبحانه وتعالى والمخلصين في أعمالهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة